بما ان البنات قالوا انا اعرف نمثل عليكم اننا ملاش ماضي ولا عندنا خبرة في العلاقات فانا بقول لكم ده مش هيحصل وانا موجود فيديو النهاردة هتكلم في 3 مواضيع مهمة ازاي تكشف البنت اللي بتمثل وايه هم اخطر انواع البنات وهنتكلم عن الناشيم او مسخ الريد بيل نبدأ باخطر نوع من البنات والنوع اللي انا بصنفه اخطر من الفيمينست الصريحة وهو المتدسرة المتدسرة هي البنت اللي ظاهرها التدين والاختشام وباطنها هو الالحد والنسوية والكف دي هتلاقيها منطاكبة او مختمرة ولكن افقارها واسلوكها وحتى الناس اللي بيتتابعهم مع السوشال ميديا عكس مظهرها خالص هتلاقيها لا بتؤمن بحديث النبي قال لا تخرج من بيته الا بازنه ولا بتؤمن بطاعة الزوغ لا والاسوأ من كده كمان طالبة العلم الشرعي اللي بتفسرلك الدين على مزاجها ايه معنى القومة يا بنتي؟ معناها انك تكون خدامة عندي معناها انك تصرف علي وطرع عني لا والله انه ده لو حبيت تسمع منها مواصفات الرجل الحقيقي هتلاقيها بتقولك مواصفات العقل عبارة عن اضحكة ماشية على الارض البنات ليسوا بهذا القدر اللي بيروج لمن الزكاء ولكن الشباب هم اللي بقوا غلبة ومغيبين عايشين على البرمجة القديمة عايشين على الافلام والاغاني والشعر وكل الكلام الفارغ ده حتة انك تكشف اي بنت دي مفيش اسهل منها الموضوع بيعتمد على زكائك بس ولكن هقولك حقيقة علمية برضو البنات مشهورين بالقدر على التمثيل والكتب والتلون وانها تكون على كل شكل وكل لون وطوروا الاليات دي عبر الزمن عشان يعرفوا يحموا نفسهم عشان لما تخلوا ما تنكشفش عشان لما تعمل اي حاجة غلط تعرف تمثلوا ما تنكشفش عشان ده خطر على حياتها وطورت الالية دي عبر الزمن بيدفع البقاء غريست البقاء هي اللي بتخلهم يعرفوا يوصلوا للقدر الهائل ده من التمثيل لان زي ما انتوا عارفين لو انكشفوا هيكون مصيرهم ايه وفيه كصص كتير جدا تشهد على كلامي واشهرهم قصة الاردني اللي تفاجئ بان زوجته اللي بتنام جنبه بقالها 15 سنة مخلفة 3 عيال مش من صلبه بقالها 15 سنة عايشة في حضنه وبتاكل من خيره وكل ده بتمثل عليه وطبعا بير قصة المصر اللي انا مش فاكر اسمه اللي المحكمة لبسته 3 عيال مش من صلبه حتى موضوع الولد للفراش محرفينه وبقوا ينسبوا ابن الزنا للزوب وكله بالقانون فخلي بالك وركز مع المتدسرة بالذات لان ده افطر من الفيمينست الصريحة نيجي بقى للنوع التاني وهي الفيمينست او الاوبن ماين ودي مفيش اسهل منها وده بيبقى باين من لبسها وطريق افكارها ومعتقداتها اللي هي بتعبر عنها بكل اريحية احنا في زمن كله بيطلق العنان لافكاره تش حد لا بيستحي ولا بيتكسف والنوع ده بالذات اكتر نوع بيعشق الفضو على الرجل وده طبعا بسبب كتر السنبات حواليها اللي بيعلوا من استحقاقيتها وبيوافقوها على كل افكارها اللي هي اصلا عكس فطرتها وعكس رغبتها الحقيقية اوضوع الفيمينست ده بالذات انا اللي هي معاة كصص كتير جدا كده كده انا طوله عمري زكوري بس الفرق بين زمان وبين دلوقتي ان انا بقيت ارجع للدين شوية انا مش مثالي ولا بحب حد يشوفني كشيخ ولا كواعز لا دي دقني شيخ ولا داش انا بشيخ ولكن بحمد الله ان انا بدأت اقرب من الدين في اخر سنة السنة دي اول سنة صلي فيها من زمان زمان كنت فاهم نفس اللي انا فاهمه دلوقتي ما عاد شوية معلومات قليلة ولكن ما كنتش مهتملة بتوعية ولا بالرجل ولا بالمرأة يا خي تحرق الرجل على المرأة افكاري طوله عمرها هي هي ما تغيرتش حتى في عيز زمانة بعيدة عن الدين كان في خطره فيع بيربطني بيه امكن الحسنة اللي انا عملتها زمان انه كنت بعرف بنات غير محجبين وبخلهم يلبسوا الحجاب انا نفسي كنت باستغرب انا بعمل كده ليه ما روح اعرف المحجبين اللي جاهزين ولكن ربنا اكيد لاحك ما في كده وجعلني سبب لده اقسم بالله العظيم يا مين اتحسب عليه انا فيه بنات ابوهم كان بيقولهم يلبسوا الحجاب وما كانوش بيسمعوا كلامه ومجرد ما انا قلت لبسوا الحجاب بنفس الطريقة اللي انا قلت عليها لحد هذا اليوم حتى اللي لبسة حجاب لنص شعرها رجعت عدلته ولبسته كامل شخصية الفيمينست زمان انا كنت بشوف افقارها غبية ولكن انا مش مهتمن غبية بس مزة ماليش دعوة بافقارها ولا ليا دعوة بالنقاشات ولا الجدلات ولا الكلام الفارغ ده انا ما بحرقش جاز مع احد المهم اللي كشف لي شخصية الفيمينست ايه حاجة بسيطة جدا الشخصية دي بتبقى متعودة تهزر مع كل الناس وتقل من كل الناس وبالذات الرجالة وطبعا طول ما انت شخص لسه غريب عنها ما تعرفش تعمل ده مجرد بس ما قربت منها وابتدت تاخد عليها شوية بتبدأ تستخدم الشيت تست وطبعا ايامها لكون تعرف شيت تست ولا كانت الريد بيل لسه طلعت بتعامل بفطرتي وبرجولتي اللي ربنا خلقنا عليهم واول شيت تست كان مجرد اف تقليل من الرجالة وطبعا رد الفعل كان تهزيق قفل المكالمة بلوك من على كل السوشال ميديا او مش تهزيق بالضبط انه لساني زفر شوية وده مع الستات ومع الرجالة امكن ناس كتير ما تعرفش ده لانهم محترمين وما يستهلوش غير المعاملة المحترمة انا محترم مع المحترم وما برحمش اللي تسوله نفسه بس انه يتعد حدوده المهم خلصنا منها رميناها في الزبالة ولكن اتفاجئ باللي حصل بعد كده تدخل من رقم تاني جر ناعم اعتذار محترم وتطلب انها تتشتم تاني وده كانت اول تجربة مع فيمينست واللي اسباتت لبعد كده ان الفيمينست دي اكتر واحدة بتحب تتشتم وتتهزق من رجالة ولكن مش كل الرجالة طبعا اللي يجي على كيفها او يجي على هواها وده بنعرفه باختبار بسيط جدا اوعى تعمل الموضوع ده مع واحدة بتشتمك او مع واحدة بتقلل منك اشرح لكو ده في مثال انا عندي في رسائل تيك توك مسجات كتير اول فمرة كده كنت زهقان وحاببة تسلى قلت ادخل انا احد طبعا من نعمة ربنا وفضله علي ان كل مسجات الرجالة كلها شكر ومتح الحمد لله ولكن نيجي الرسائل للبنات بقى كلها يا اما انتقاضات يا مسابات يا حسبانة انا بستغرب من اللي تدخل تقولي حسبي الله ونعم الوكيل بتحسبين علي لي يا ولية هو انا كالت ورسى بوكي طبعا الحسبانة بلوك المسابات بلوك اما الانتقاضات بالنسبة لي عادة جدا ما بتفرقش معايا طالما ما بتهاجمنيش انا شخصيا او بتهاجمني الشخصي فعاد ما يضرنيش هاجم الفكرة بس ما تهاجمش الشخص وطبعا في رسائل متحة منهم برضو ولكن دي النسبة الاقل يعني من بين الف ومت رسالة طلعت عشر بنات بس بيمدحوني يعني اقل من واحد في المية اما بالنسبة لللي بيبعته مسابات فاي بنت بتجتمك ماينفعش تتعامل معها دي ترميها في الزبالة فورا انا بيتبعتلي قصاية طويلة عريضة مجرد مقرأ اول كلمة بس بعمل بلوك ومش مهم مقرأ الباقي يلا في الزبالة ولكن وانا بنقي لفت نظر بنت جميلة جدا كل كلامها انتقاد ولكن مفيش حرف واحد في الرسالة بيقلل مني اللي زي دي انفعت اتعامل معها عادي ولكن برضو انا ما بتنقش مع ستات كل اللي انا عايز اثبته بالتجربة ان الفيمينست سهل اخضاعها وفي ظرف دقيق معدودة هتعاكس كل كلامها اللي هي قالته ده والبنت كان كلامها عبارة عن ايه الفكر الزكوري ده هو لسه في حد بيفكر كده احنا بقينا في سنة 24 ايه التفكير القديم ده ايه مش عارف ايه وطبعا الرد بتاعي كان اني دخلت في موضوع تاني خالص عكس الموضوع اللي هي بتتكلم فيه ومفيش دقيق معدودة طبعا والبنت تحطت في الجيب وكانت سعادة الحظ النهاردة اللي وقع عليها الاختيار واول موضوع فتحته انت بتحب ايه يعني بتحب شكل ده يكون ايه او بتحب شكل ده تكون ايه بعدها كل جملة كانت بتقولها كانت عكس كل جملة بعتتها في رسالة رقم واحد المرأة ماينفعش تخضع للرجل وكل الكلام ده فكر قديم واول كلامها لتهولي انا عايز اركعلك وكون تحت رجلك رسالة رقم اتنين ده فكر زكوري وقديم وطاني موضوع اتكلمت فيه انت القائد بتاعنا واحنا لازم نتبعك طبعا مش هحكي بقيت اللي هي قالته بس قلصة الكلام ان الفيمينست اكتر واحدة بتمثل عكس طبعتها وعكس فترتها تجي تقولي كلام واشوف الكلام اللي هي من الزلال الناس استعجب ولكن السنب او ضعيف الشخصية هو بس اللي بيصدق الكلام ده عزيز الرجل المرأة فترتها واحدة ايا كانت افكارها وايا كانت عقدتها وايا كان مكان نشئتها ولكن هي مش هتظهر لاي رجل الكلام ده ده بالعكس معظم الرجال هتحاول تدجنهم وتخليهم خرفان وقبل ما حد يقولي ان انا بنشر خصوصيتها انا عرفتها ان الكلام ده هيتقال وهي طلبت كمان ان نذكر اسمها ولكن طبعا انا مش هذكر اسمها البنت فرحانة ولا كأنها هتطلع في البي بي سي نخش في النوع التالت البنت اللي بتمثل نعرف البنت اللي بتمثل ازاي البنت اللي بتمثل هي واحدة مش سادقة في مشاعرها في بداية العلاقة هتديك اللوف بومن او كومبيلت الحب وبعد كده تختفي وتخلع وكومبيلت الحب دي بتشمل حاجات كتير اهتمام مشاعر اغراءات وهتستخدم النفوذ الجنسي عشان تعرف تعلقك بها كويس كينها كده بتديك عربون محبة لمدة شهر او شهرين او ثلاثة وبعد كده تختفي وترجع وتختفي وترجع ويمكن تختفي خالص كمان وما ترجعش وانت طبعا زي لها بنفكر ان دي شخصيتها كده او انها مشغولة ومش عارف في ايه ولا ايه اللي بيحصل معاك يا رجال الموضوع بسيط جدا وزي ما قلت في بدايات الفيديو البنات مش بهذا القدر من الزكاء الراجل بس هو اللي بقى مغيب ومغفل وحتى لو ما عملتش معاك كده ولا عملت البنت اللي بتمثل تقدر تكشفها كويس البنت اللي بتمثل مهما حاولت تمثل ما بتعرفش تمثل غير على الراجل الغلبان اللي بتحوش عنك وقتها بتمثل اللي بتستغلك ماديا بتمثل والمرأة عارفة كويس او ان الرجل الالفة لا بيدفع في لصف علاقات ولا بيبزي المجهود او وقت في حياتي كلها ما تفعش ولا مليم واحد عشان اتحصل على الفق ولكن مش معنى كده انك تكون بخيل ومش معطاء برضو عشان البهاي من اللي بتفهم كلامي غلط ولكن ما تجيبش هدايا الوحدة مش بتجيبلك هدايا ما تصرفش على وحدة مش بتقدرك ما تقدمش حاجة بدون ما تلاقي مقابلها حاجة او الرسالة مش مشكلة او المكالمة مش مشكلة او الهدية مش مشكلة اي حاجة بتقدمها المرة واحدة بس حتى لو الحاجة دي ما تردتلكش فمش مشكلة ما تعتبرش خسارة قدمت المرة واحدة بس وما لقيتش مرضوض ولا اي مشكلة اسحب نفسك وما تقدمش تاني ولكن انا بفضل ان انت ما تقدمش اصلا الا لو البنت متعلقة بيك طبعا الحاجات الشرعية دي كده كده فرض عليك برا الحسبة الشابكة والمهر وكل الحاجات دي برا الحسبة في العلاقة نفسها بقى سواء خطوبة ولا جواز بتجيب هدايا وانت ما بتجيبلكش يبقى انت بتجيب ليه بتسمعها كلام حلو وقيا ما بتسمعكش يبقى تسمعها تاني ليه بتخاف عليها وبتغير عليها وهي مش مقدرة ده يبقى مكمل معها ليه ربنا ميزك بالعقل ليه نيجي بقى الاخر موضوع وهو موضوع الشاب الغشيم او ماسك الريد بيل وهو الشاب اللي اتعرف عن الريد بيل قريب وعايز يعمل فيها الف وده وهو بيتكلم مع البنت يقعد يفاهمها ان هو فاهمها كويس وفاهم كل ألعبها وفاهم كل تكنيك هي بتعمله وده اكبر غباء ممكن تعمله في حياتك انك تفاهم البنت انك زكي فتاخد حرصها منك لا تظهر تفوقك على احد سواء في العلاقات او حتى في الشو اللي هيحس ان كاسك منه او متفوق عليه في الشو هيحقد عليك وهيكدلك والبنت اللي هتحس ان كاسك منها وفاهم كل ألعبها هتطور ألعب جديدة وأساليب جديدة تعرف تتلاعب بها ضدك الزكي اللي بجد اول اللي يعمل نفسه عبيد اول اللي يتغبى ويخلي الناس تتطمن من ناحيته